مرحبا رح تابع بهذا الفيديو الرد على بعض التعليقات المهمة اللي اجت على تجربتي في السورة السورية الفيديوهات الاربطعش اهمة انه في كتير ناس انه ليش ما تذكر اسماء الاشخاص اللي خربوا اللي كسروا اللي نهبوا اللي لا انا هدفي انه الناس اللي ما بيعرفوا اشو اللي صار يعرفوا بالخطوط العريضة معرفة الاسماء بتدخل الموضوع في مشاكل اخرى في اخدوا ردوا صاروا ما صاروا بديوا كذباك وما بعرف ايش الناس اللي شافوا الفيديوهات كلهم وخاصة من اهل المنطقة قدلي بمعارض مصري وحزانه ولا واحد منهم قال لي او كتب لي انه اللي قلته انت ما صار ولا واحد على فكرة اذا ان شاء الله المصدقية تبعي ما تزال موجودة بس في تعليقات كتير حلوة يعني هي مستفزة لكن كتير حلوة وخاصة لما بدنا نرد عليها في واحد ركز كتير عموضوع تمويل قناتي انه منين عم تتمول وقال اذا ما خاب ظني انك عم تتمول من اهل كفريا والفوعة ليش؟ يعني انا تحليلي للموضوع لانه المعروف انه في مناطقنا مناطق السورة يعني والسوار كل اللي بيحكوا على كفريا والفوعة بيحكوا على انه هدولهم الجرمين ومتآمرين وهن اللي السلح وهن الموالين للنظام وهن اللي ابتدأوا بالعدوان علينا وكذا انا حكيت اللي إلهم واللي عليهم وهذا شيء غير معتاد يعني انا بذكر حتى بعد ما طلعنا على تركيا بعد 2012 يعني باواخر 2012 وورا كان مثلا لما يتابعوا الاحداث اللي قاعدين اللي قاعدين برا يعني سواءا في السعودية ولا في اوروبا ولا في تركيا ولا كذا وهنا عم يتابعوا الاحداث انه صارت النظام عمل ما تزاره في التريمسة مثلا يعني بيقوم رأسا بلش يكتبوا على الفيسبوك وعلى المجموعات انه الله لا يعطيون العافلة سوار ادلب اذا ما بيضربوا كفرية والفوعة ردا على مجزرة التريمسة هذا الخط هذا النهج انا ما بتبعوا انا ما بتبعوا انا لا اقبل انه حدا يضرب قزيفة على مسلحين موجودين في قرية مثل كفرية او الفوعة مسلحين ومعادين لي لعيلتي وما بيقبل حدا يضرب عليهم قزيفة للمسلحين اذا كان في محيط مدني ممكن يقتلوا او مدني واحد انا افكر بصندوق اخر غير الصناديق اللي عم يفكروا فيها العالم وانا ما بعرف حالي اذا صح ولا غلط هذا الحكم للناس يعني بالاخير كل انسان بيحصد نتيجة عمله تفكيره فمتل ما قلتلك انه هذا الرجل بدي يعرف انا منين قناتي بتتموت وحط احتمال انه كفرية او الفوعة في احتمال تاني هلأ رح احكيه كمان انه قناتي انا هو يعتقد اي واحد غبي يعني متل اللي هو اللي كتب التعليق طبعا غبي جدا يعتقد انه قناة اليوتيوب متل قناة تلفزيونية لما بكتفتحها يعني بدك تموي بدك حجز على القمر الصناعي عرب سات نيل سات ما بعرف ايش وبدك مبنى وبدك موظفي وبدك مصور ومونتير ومن هذا الحكي كله يعني ايوا فبدك اموال طائلة انا قناتي ما كلفتني ولا فرنك ولا قرش يعني بتدخل انت على يوتيوب هذا اليوتيوب يعني يعطي خدمة عظيمة للناس يعني هو له مصلحة طبعا هو بيجيب اعلانات وبيربح وما بعرف ايش بس يعطي خدمة عظيمة للناس انه بتطلع بتعمي قناة لحالك وتقولي اللي بدك يا ولا عبال اندرتك يعني كما بيقوله ولا فرنك وانا لما بصور بصور بحط هذا التليفون طبعا ما عندي كاميرا تليفون بحطهم قابي الوجهين ايوا لانه الحامل اللي أنا عم بشتغل عليه قصير فهلأ رح فرجيكم كيف بتحيل على الموضوع هاي 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 الكتب اللي يكون عنا شوفوا هذا هو هذا الحامل اللي لانه قصير فبعمل له تسميتي وبعد ما اصور في برنامج بنقلك الفيديوهات من التليفون الى تليفون اخر التليفون الاخر تبعي موصول هذا البيوتس اوب الاصلو تركي يعني موصول على الكمبيوتر وبنزل هالفيديوهات في جهاز منتاج موجود على الانترنت كمان تحسن تستخدمه بدون مصاري بحط انا هال اشي اسمه انا بمنتاج تعلمت ما بعرف انا تعلمت اول فعلا حتى ما صير حتى ما صير كذب اول ما فتحت قناة قناة ابني امين هو عنده شوية فكرة كنا بدروس سنة سنتين في المعهد العالية في نور مسرحية تقنيات صوت وإضاءة وهيك شغلات وهو عنده اهتمام خاص يعني بالمعلومات وغيره فعلمني اول شي التصوير وبعدين المونتاج بعدين وقت اللي عملنا القناة انه كيف تحمل الفيديو بعد ما يصير جاهز بعدين تعلمت كيف اعمل على الرسام صور لوحة لانه بالاول يطلع لي صورة كلهم صورتي صورتي وبشعات يطلع جهاز المونتاج او جهاز تحميل يختار صورة ما وشرط تطلع حلوة طلع وجه مجؤوم او خزا فصرت انا اتعلمت اعمل لوحات على جهاز الرسام هذا برنامج الرسام فما في تمويل يا حجي وما في ايراد انا هلأ صار عندي مية وخمسة وثمانين فيديو محملين كلهم شغل ايدي وكلهم ما مكلفين ولا فرنق وبعد ما صار عندي انا صريح بكل شي بعد ما صار عندي الف متابع واكتر وصار عندي اكتر من 4000 ساعة مشاهدة بعتولي انه اذا انت بدك اخصص لك ارباح اعلانات قلت لهم طبعا انا اذا بيجينا شو ما اجر من نميح لحد الان اول شهر اجاني 30 يورو اثن شهر 80 او 90 يورو هذا هو كل اللي استفدتو اما انا ما هدفي من كل هاي القناة انه انا اربح في واحد نفسه هو عبيقول انا من المعرة من المعرة هو التبع التمويل قال شوف فكرة شد مهمة قال انه ابو العلاء المعري ابن بلده يعني بزمانه انشهر بالالحاد يعني اتبع الالحاد حتى ينشهر ابو العلاء الله يرحم ابو العلاء اجمبتلي بفلاوي يعني وانا هلا هو يعرف انه انا بحبه ابو العلاء شايف لي فيديو سابق يعني انه انا بحبه ابو العلاء وبيحترمه حقيقة انا بعتبر اول تنويري في تاريخ الام الاسلامية والعربية اول تنويري واضح وصريح المعالم هو ابو العلاء المعري لكن ابو العلاء المعري اذا بتقول هو اشتهر بالالحاد بتكون انت عتقزمه للزلمة اول العلاء المعري شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء والحضارة الغربية كلها تحترم هذا الشخص الحضارة الغربية ويجلونه ويدرسونه في جامعاتهم يدرسون اعماله في جامعاتهم وكلهم يعرفون او يؤكدون على انه دانتي الجيري اللي عمل الكوميديا الالهية متأثر بابو العلاء المعري فتخيلوا وابو العلاء المعري يعني غلط كتير نقول انه هو محسوب على اهل المعره مثل ما هو عايز ابن بلاندي وكذا نحن في كتير شغلات قليلة اللي نحسن نفتخر فيها يعني بتاريخنا بس إذا ردنا نوقف مقابل الحضار الغربي نقولوا انتعلى هون ولا انتو من عندكم نحن عنا ابو العلاء المعري بسكته يعني حتى لو كان ما عنا كتير بس انه ابو العلاء المشكلة وين انه كل واحد تنويري وهو اول تنويري مهم يعني فتحي محمد بزمانه سنة 1944 لا ابو العلاء المعري بايدهم كسر يعني لا مو كلهم يعني في حدا منهم داع رأسا هذا ابو العلاء قطعوا له رأسه فالجماعة يعني معادين لكل شي عليه ضو لأنا الحقيقة ما بحسن قلد ابو العلاء ولا بحسن جاري ولا بحسن انا شو وين أنا جاب ابو العلاء المعري يا جماعة يعني كل إنسان يعرف أدره ولكن أنا في الـ 185 فيديو اللي عامل هنا قناتي وفي كتبي الـ 25 ولا مرة أشرت أنه أنا ملحد أو ما حدا يعرف أنه أنا ملحد ولا أنا ملحد أنا لا أجيب عن هذا السؤال والناس اللي بشوفوا أفكاري أحيانا الناس دافع عن المرأة دافع عن المرأة دافع عن الطفل دافع عن المظلومين عن المظلومين لو ما كانوا مثلا مثل هلا لما حكيت عن كفرية والفوعة قلت أنه إلهم كذا وعليهم كذا يعني أنا ما بصور تقول إلهم 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 لازم تقول عليهم 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 يعني إحنا مثل هذول المطمشين بيرقدوا بدون يهاجموا واحد كلهم مطمشين ما بتلفتوا لايك ولايك أنا مطمش فبيقلك أنه أنت ملحد أنت لأنه ملحد بده يمولك مين بقى هون هذا طلي عبو التمويل أنه الله لا يعطي العافية لبشار الأسد إذا ما بيمول لقناتك لأنه يعني ما معنى أنه أنت رجل عبتحكي أحيانا شاء الله ما لازم تحكي لو كانت صحي يا أخي لا تحكي ما ضروري أنا قلت في الفيديوهات أنه أهل كفريا والفوع هن مع النظام وهن في قسم صغير منهم طبعا مع إيران وهن لما نسلحوا ما تسلحوا فقط دفاعي فيه منهم راحوا هاجموا أخذوا ضباط من شقي مرح عمدان وعندونا مشكلة لا أعرف كيف نحل ولولا الله يسكروا بالخير أبو جهاد عامر بيطار إلا لكننا ما طلعنا منا وظلوا هدول محبوسين وهدول محبوسين وإلى آخر هناك تعليق آخر كمان كتير مهم قال أنا بعرفك وواحد كاتب اسمه حروف جي ام بها ما ما بعرف شو أنا بعرفك شفتك في تركيا هاي شو تهمي تعرفني أنا ما بعرفه لأنه هو اسم مستعر شفتك في تركيا وأنت وأمثالك طلعت العالم ثورة ورطون وهربتوا إلا أن كون جبناء يعني أولا أنا ما طلعت العالم ثورة هاي أولا الثورة طلعت درع مثل ما بتعرفو هاي أولا وتانيا أنا يعني اشتغلت في السلم الاجتماعي أكتر ما أشتغل في موضوع الثورة وتالتان أنا ما هربت بدليل الاربطعش فيديو حكيت فيهم مواقف فيه منهم قالوا لي أخي والله هاي تشبه البطولات اللي عملتهم بس لأنه هني طبعا مثل هاد أنه حكينا نفس السبب أنه ليش أنت أحيانا ليش أنت بتقول أنه مناطق النظام فيها من كل موزيكل المكونات السورية ما يزال موجود ومناطق اللي صارت للجولاني تنظيم القاعدة ما في غير المسلم السني بحسن يقعد فيها يعني أنت عم تحكي عم تحكي شي هو واقع ولكن ما لازم تحكي يا أخي ليش عم تحكي طال لأن النظام كويس لك ما هو كويس النظام بيهوي لك ألف مرة قلت أنا أنه النظام بيهوي ألف مرة حكيت حتى بهذه الفيديوهات كل ما فيه شغلة يعني مثلا كانوا ما بغير وقت اللي حكي نحن راحوا على الأصر العدلي وقلنا لهم خط أحمر الشباب أنا قلت لهم بس وصلت عن الأصر العدلي وراء بدي ضربو كون راح وضربو لأن كان النظام لا يدخل على المربع الأمني نحن 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 تحليل واقع لكن وقت اللي نطلع مظاهرات في البازار من ضل ثلاث ساعات أربعة ساعات لا أحد يقرب علينا هل هذا يعني أنه نظام كويس لا ما يعني هذا نظام كويس رئيس الأمن العسكري هل يعني أنه كويس ما نعرف أنه عجب يعني هذا كان سياسة الدولة ولا سياسة الشخصية لكن كان يترك هون خالي يطلعون هكي النظام هل هذا يعني أنه نظام كويس ارتكى بمئة مجزرة خلال كيماوي وغير كيماوي ارتكى بمئة مجزرة أحقر من هكي نظام ما في بس ما بجوز أنت كل شغلة تدوحم وتمشي يعني وتحكي في اهتجاه واحد